رغم مصابه الجلل وفقدانه لثلاثة من احفاده وبعضا من اقاربه قام الفريق الخولد الاحمادي يوم امس الجمعة 24-6-2011 شفرنجي بزيارة لأسر الشهداء الذين استشهدوا مع احفاده وبعض اقاربه جراء القصف الجوي الذي استهدف فيه حلف شمال الاطلسي الصليبي البربري الاستعماري اغديال شخص الفريق الخولد الاحمادي وافراد اسرته باختيار التوقيت الذي يؤكد وجودهم جميعا داخل بيوتهم التي دكت تحت جنح الظلام خلال ساعات الخلود للنوم بثمانية صواريخ تدميرية والتي راح ضحيتها النساء والاطفال الابرياء وبعض العاملين الذين بلغ عدد الشهداء منهم خمسة عشر من بينهم ستة شهداء من عائلة الفريق الخولد الاحمادي وعدد عشرين من الجرح والمصاري وقدم الفريق الخولد الاحمادي خلال هذه الزيارة تعزيه وتهانيه الحارة لعسل هؤلاء الشهداء البررة الذين انضم أبناؤهم إلى كوكبة الشهداء الخالدين من أبناء وبنات ليبيا الذين استشهدوا جراء الهجمات والغارات الصليبية الوحشية التي استهدفت بيوت المدنيين بمختلف المناطق الليبية والتي كان من بينها بيت نجل الأخ القائد الشهيد سيف العرب عمر قذافي وأحفاده الثلاثة وغيرها من بيوت الليبيين بالأحياة الأهلة بالسكان المدنيين كمنطقة عرادة بسوق الجمعة والحي السكني بمدينة صرمان وما في حكمها من المناطق الأخرى التي تعرضت للعدوان الصليبي الغاشم حيث قدم الفريق الخولد الاحمادي تعزيه وتهانيه إلى عائلات كل من الشهيد عبدالله محمد النابي والشهيد عادل الحريزي الذي استشهد بمدينة البريغا والشهيد عماد بوعجيلة طرابلسي والشهيد عصام جمع بادي والشهيد بشير إسحاق السوداني الذين رووا بدمائهم الطاهرة الزكية ثرى ليبيا الطاهر لتصبح تلك الدماء مشاعل تنير الدرب أمام الليبيين والليبيات نحو مستقبل يتعزز فيه أمن واستقرار الشعب الليبي وحريته ووحدته الوطنية كما قام الفريق الخولد الاحمادي بزيارة عائلة الحاج محمد عبدالرحمن الاحمادي شهده شهده من أجلك يا ليبيا وأكد خلال هذه الزيارة على أن ليبيا هي وطن العزة الذي سنحيا ونموت من أجله مضحين بالغال والنفيس دون تردد أو تراجع أو نقوس مهما بلغ حجم التحديات وثمن التضحيات وأضاف الفريق الخولد الاحمادي في حديثه مع عائلات الشهداء أن استهدافه شخصيا واستهداف أفراد عائلته سوف ليزحزحه قيد أنملة أو يثنيه عن موقفه الوطني والثوري والأخلاقي الذي جسده منذ خراطه في حركة الضباط الوحدويين الأحرار بقيادة الأخ القائد عمر القذافي من أجل تفجير ثورة الفاتح العظيم وتحقيق أهدافها ومبادئها وقال الفريق الخولد الاحمادي إن في لذات كبدي من أحفادي الخولد وخالدة وسلام وكذلك بقية أفراد عائلتي الذين استشهدوا خلال هذا العدوان الغادر ما هم إلا قربانا قدمته للوطن وفداء لكل الليبيين والليبيات من خلال ما يجسده اسم كل واحد منهم من معاني تتوافق مع محنة ليبيا التي يجب أن يضحي الجميع من أجل الخروج منها فحفيدي الخولد الذي شكلت براءة طفولته ملحمة المواجهة والتصدي للعدوان الصليبي الغادر والذي أكدت حادثة استشهاده أسمى معاني الخلود بدخوله في سجلات الخالدين من أبناء الشعب الليبي العظيم وحفيدة خالدة التي هي اسم على مسمى ستظل بطفولتها خالدة في ذاكرة الليبيين وباستشهادها شاهدة على جرائم أعداء الإنسانية والتي شرفها أخي ورفيقي القائد معمر جذافي حفيد وأب وجد شهداء بإعلانه عن إقامة أكبر نصب تذكري لها في أفريقيا مع نجله الشهيد سيف العرب تأكيداً لوفاء هذا القائد الرمز لأرواح شهداء وزوجة ابن خالد الشهيدة صفاء أحمد محمود راجياً أن يكون استشهادها صفاءاً لقلوب كل الليبيين بجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم من شرق ليبيا إلى غربها واستشهاد الحاجة نجية أبو القاسم الحميدي نتمنى أن تكون دماؤها نجاة لكل الليبيين والليبيات والشهيدة سلام محمد نور الحميدي الطفلة التي ذبحت وفصل رأسها عن جسدها جراء القصف الصليبي الحاقد نأمل أن يكون استشهادها مفتاحاً لأبواب السلام على كل الليبيين والليبيات في القريب العاجل إن شاء الله تعالى موضح أن الفريق الخولد الأحميدي أن ما قام به الحلف الأطلسي الاستعماري من عربدة وتطاول واختراق لكل المواثيق الدولية والحقوق الإنسانية بقتله للأطفال الأبرياء والمدنيين الآمنين الأجدر به بأن يسمى حلف الماتو الذي يعني في لغة هؤلاء الصليبيين كل معاني البلطجة والعربدة والتهور وقد أعلن الفريق الخولد الأحميدي من خلال زيارته لأسر هؤلاء الشهداء عن تبنيه لعائلات الشهداء والمصابين بمنزله وغيره من منازل أسر الشهداء مشيدا ببطولة الشهداء الذين كان من بينهم الشهيد عبدالله محمد نابي والشهيد عماد ابو عجيلة رابلسي والشهيد محمد محمد الحميدي الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة تحت القصف الصاروخي المتواصل أثناء محاولتهم إنقاذ من بداخل منزله إثر بداية القصف الغادر أذا وقد عبرت عائلات الشهداء للأخ الفريق الخولد الأحميدي عن صمودها وثباتها والتحامها بثورة الفاتح العظيم وقائدها العقيد مع مر جذافي وإصرارها على مواصلة الكفاح من عجل أن تبقى ليبيا حرة موحدة مهما بلغ حجم التحديات والمؤامرات والسعدادها الدائمة لتقديم المزيد من التضحيات حتى يهزم جمع الأعداء ويولون الدبر وتنتصر إرادة الشعب الليبي بإذن الله تعالى كما حضر الفريق الخولد الأحميدي صلاة الجمعة بمسجد بلال وعقب الصلاة تدافع المصلون لتحيته والتأكيد له على صمودهم والتفافهم من حول قائدهم معمر جذافي حتى تحقيق النصر بإذن الله تعالى شهداء شهداء من الله العظيم عظم الله عشر وكان بطر وكان وفيد وكان وفيد الله عظم الله عشر وليبيا وبس الله ومحمد الله ومحمد وليبيا ومس عشرбу الله سعداء من أشبك يا ليبيا شهداء دم الشهداء دم الشهداء دم الشهداء ما يمشيش الله الشعب يختار مع عمّر فو enlight الشعب الشعب يُريد وكان الفريق الخودي الأحميدي قد قام يوم أمس الأول الخميس 23 ستة 2011 بزيارة ابنته مسرة التي كتبت لها الحياة بعد أن تم إنقاذها وإخراجها من تحت الأنقاض في بيتها الذي استهدفه القصف البربري ونقلها إلى مستشفى الحوادث بمدينة طرابولوس الصامدة كما قام الفريق الخولد الأحميدي خلال زيارته لابنته بتفقد الجرح والمصابين والمرضى بمستشفى الحوادث بطرابولوس لمواساتهم والاطمئنان على صحتهم وسير علاجهم